إلى الكريبتو ونتابع تدولاتها اليوم متماسكة إلى حد ما بيتكوين في بداية الجلسة ما زالت متماسكة حول مستويات 40 ألف دولار هل تتوقف التراجعات عند هذا الحد أم أنه يعني التراجع السابق والذي إلى حد كبير كان فيه نوع من الزقم المرتفع يمكن أن يستمر لفترة في نهاية الأمر تقلبات بيتكوين تبقى دائما مرتفعة الآن إذا لم تكن يعني صندوق الـ ETF هي المحفز الكافي في الأسواق أو أنه اشترت الأسواق على الشائعة وباعت حينما تحقق الخبر وهو أمر معتاد في الأسواق المالية هل هذا معناه سنشاهد المزيد من التراجعات على المدى القصير لبيتكوين دعوني أسأل ضيفي من نيو جيرسي مارك كونرز رئيس الأبحاث في 3iq corp مارك أهلا بك سؤال بسيط يعني ربما الإجابة ليست بسيطة بيتكوين هل تراجعتها الحالية يعني دعنا نقول مؤقتة في ظل الكثير من الأفاق التي كانت مفتوحة له وخاصة بعد هذه الصندوق الـ ETF أمن أنه ليس بالضرورة شكرا لك محمد يسرني الحديث إليك سعر البيتكوين تراجع بـ 15 أو 20 بالمئة منذ موافقة الـ SEC وبعد عشر سنوات من الانتظار وأخيرا وافقت على الصندوق الاستثمار متداولة هذا الضعف في السعر والذي هو غير متوقع كان بسبب الموجة البيعية إذن كانت هناك صندوق مغلقة لديها بيتكوين 28 دولار بها وكانوا محتجزين بها أما بعد موافقة الـ ETF فاستطاعوا أن يبيعوا البيتكوين ولذلك هذه موجة مؤقتة من البيع وعندما تنتهي سترى ارتفاع في أسعار البيتكوين لتصل إلى 110-180 ألف دولار في 2024 وأنا سأصر على هذه السيناريو جميل وجهة نظر متفائلة للغاية طيب مارك هل انتهوا منها عمليات البيع يعني هذه البيتكوينات المحتجزة هل تم بيعها بالكامل أم أنه يعني ما زالت عملية الـ distribution أو التصريف جاري ويمكن أن تجر السوق للأسفل بشكل أكبر هناك بعض المطبات القادمة بالنسبة للبيتكوين حتى ننتهي من هذه الموجة البعية ولكن لا تنسى أن الهافنين أو الانقصام النسفي سيحصل في إبريل وهذا من ضمن أهم المحفزات انظر إلى اليوم وما حدث الصين وهي تخفض نسب الريزورف أو الاحتياطيات والتيسير في اقتصادات الجيتين أو مجموعة العشرة كلها رياح مواتية للبيتكوين إذن الصورة كلية لم تتغير ما يحدث هو مؤقت وما بين الآن وشهر إبريل توقع أن ترى ارتفاع في سعر البيتكوين ويشبه الذي رأيناه في الماضي طيب بقية العملات هل ستتبع بنفس الوطيرة هذه الصفحة الأولى إذن أو أول موضوع الـ ETFs والسناديق الأخرى سيتم الموافقة عليها في النصف الثاني من العام حسب توقعاتنا والإجراءات القانونية التي سمحت لسناديق بموافقة على البيتكوين ستليها الإيثيريوم واختصارها الإيثر طبعاً ولذلك ستقريباً مضمون أن تأتي موافقة الإيثيريوم في 2014 وهذا لم يتم تسعيره بعد الربع الثالث سترى ذلك فرصة كبيرة للإيثيريوم أما بالنسبة للصفحة الثانية من العنوين في الصحف فالقضايا في المحكمة المفتوحة تسير بشكل جيد والقاضي أبحث عن الكلمة القاضي يسأل أسئلة تقريباً هي الإجابات ولذلك كوين بيز والقضية ضد SEC ستظهر نتائجها في الغد وهذا سوف يغير من أسعار كل العملات كأوراق مالية أو سيكوريتيز ولذلك نحن نتجاهل الموجة البيئية الحالية وهذه مؤقتة طيب يعني ربما يعني الإيثيريوم أو البيتكوين هذه العملات يمكن تعريفها بشكل واضح بالنسبة لSEC ولو أنه يعني الأمر مختلف بين بيتكوين وإيثيريوم لكن يعني ألاف العملات الأخرى مارك ما هو مصيرها وهي حتى الآن يعني هذه البلوكتشينز ليست معرفة بشكل واضح ليست معروف ما الغرض من وجودها لا توجد لها تطبيقات عملية كبيرة يمكن الاعتماد عليها كيف سيتم تعريفها كأوراق مالية أو كأدوات مالية أعجبني جدا عندما قلت آلاف العملات صحيح هي آلاف العملات ولكن أغلبها سيذهب إلى مكان لا نعرفه وهذه وجهة نظرنا ولكن دعنا نركز على عشر أو اثنى عشر عملة موجودة في الكوين بيز مثل ماذا؟ مثل سولانا وغير ما يشبهها أو ستيلة مثلا والتي يستخدمها في فرانك تيمبلتون إذن هذه العملات والقضية ما سيحدث في القضية في الغد سيحدد مصير هذه العملات والأسي سي أو هيئة الأوراق المالية والسلع ستخسر القضية وكوين بيز ستستمر في التداول في هذه العملات التي ستكون أصول مشفرة كريبتو توكنز وليست سيكوريتيز ليست أوراق مالية بل توكنز لن يصل عددها إلى الألاف محمد كما قلت ستكون بالعشرات فقط ربما مئة أو مئتي أصل مشفر سيتلاشون ربما هذا يشبه ما حدث عام 2000 لأسهم قطاع تكنولوجيا تبقت عدة شركات ولكنها كانت هي التي تقود وهذا حديث آخر مارك نتحدث عنه ربما لاحقا أنا أشكرك كل شكرا لتوجودك معنا ليلى وعلى